على صعيد آخر شاهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مرسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومحافظة أسوان لتجيز البنية الأساسية والتحتية لألف فدان بمشروع ودي العلاقي بمحافظة أسوان مشروع ري الغابات الشجرية بالعلاقي بمحافظة أسوان ينهي معناه ثمرت أكثر من خمسين عاما بسبب صرف مياه الصرف الصحي في نهر النيل والذي يعد أحد أكبر ملوثات النيل في مصر فجاء توقيع البرتوكول ليكون خطوة للقضاء على التلوث في أسوان عندنا أنشطة احنا كوزارة البيئة مع الصناع عشان الصرف الصناع وعندنا أنشطة أخرى مع الصرف الصحي منهم النشاط اللي النهاردة المياه تم معالجتها وممكن أنك تزرع بيها طيب هل هناك أرض؟ أي هناك أرض ولكن التجهيزات مش موجودة فإحنا بنحط ودي كلها فلوس الشعب أنها تيجي من وزارة البيئة على محافظة أسوان على وزارة الإسكان هي فلوس يعني دي موارد الشعب كلها وبتصب للصالح العام أي أن كان الصالح العام فطبعا يسعدنا ويشرفنا أن نحن نقدر نخش في هذا التعاون مع محافظة أسوان ومع وزارة الإسكان عشان نكمل الحلقة ثلاثة ألاف فدان من الأشجار المثمرة ذات العاد الاقتصادي أحد أهم مكاسب الصرف الصحي بالإضافة لكوني واحدا من المشروعات البيئية رائدة لخفض الانبعاثات الغازية بالتوافق مع القياسات والقوانين البيئية خلال شعر الثمانية إن شاء الله في ثلاثين ثمانية سيكون تم تطوير محطة صرف كيمة واحد وكيمة اثنين دي حتطلع لفوق في المنطقة العالية حوالي ستة وتسعين ألف متر مكعب يوم إن شاء الله دي بتستخدمه في الزراعة وزراعة نبات الجتروفة على وجه الخصوص ثورة عامة في مجال التوافق البيئي تنتهجوها الحكومة والتي تمثل أحد أهم الأولويات في الوقت الراهن أكثر من مئة واثنين وعشرين منشآت تم التخلص من صرفها وباقي تسع منشآت يتم توفيق أوضاعها ليزدر مشروع العلاقة السطار على أخطر بؤرة من بؤر التلوث على نهر النيل من مجلس الوزراء سيد زيد التلفزيون المصري